في الفيديو السابق تحدثنا عن لو أننا أخذنا حبل لو أخذنا حبل وأخذت طرفه الأيسر وبإمكاني أخذ الطرف الأيمن وهززته سيوالد نوعا من الاتراب الاتراب في الحبل والاتراب يبدو هكذا حركت الحبل الأعلى والأسفل والاتراب سينتقل في الحبل للأسفل هكذا سألون هذا بالأسود هذا بعد أكمال الدورة الأولى للأعلى والأسفل سيبدو الحبل هكذا وإذا انتظرنا قليلا سيبدو الحبل هكذا بافتراض أنني قمت بهذا مرة واحدة فقط يبدو الحبل هكذا حيث انتقل الاتراب في الحبل هذا الاتراب انتقل في الحبل وفي المقطع السابق ذكرنا بأن الاتراب المنتقل في الحبل أن الاتراب في الحبل يسمى موجة هذا يسمى موجة ويف بالتحديد هذه الموجة هنا تدعى النبضة تدعى موجة نبضية لأن هذا الاتراب واحد في الحبل إذا كررت الحركة للأعلى والأسفل إذا فعلت ذلك بعد فترات منتظمة فإن الحبل سيبدو هكذا سيبدو هكذا أحاول الرسم بوضوح سيبدو هكذا حيث ان الاترابات تتحرك باتجاه اليمين ستتحرك لليمين بسرعة معينة وما أريد فعله في هذا المقطع هو تركيز على هذا نوع من الموجات هذه الموجات التي تتولد التي تتولد في فترات منتظمة وتتحرك للاعلى والأسفل بحركة دورية منتظمة نسميها موجة دورية هذه موجة دورية الحركة تتكرر بعد فترات منتظمة Periodic Wave هذه موجة دورية ما أريد الحديث عنه في بعض الخصائص للموجة دورية أول شيء قد تفكر فيه ما هي المسافة التي تتحرك بها للاعلى والأسفل ما هو بعد هذه الحركة عن نقطة السكون فإذا كان هذا هو موضع الإتزان كم تبعد هذه الحركة عن موضع الإتزان؟ فوق هذه النقطة وتسمي هذه المسافة السعة الموجية سعة الموجة هذه المسافة هنا تسمى سعة الموجة تدعى السعة الموجية السعة الموجية Amplitude Amplitude بعض البحارة لديهم فكرة عن ارتفاع الموجة ارتفاع الموجة من القاع إلى قمة الموجة السعة تكون من موضع الإتزان إلى القمة دعوني أحدد القمة أعتقد أنكم تعلمون معنى القمة هذه هي القمة Peek قمة هي أعلى نقطة تصل إليها الموجة وهذا هو القاع Traff إذا كنت في قارب صيد وأردت أن ترى كبر الموجة يهمك أن تعرف الارتفاع إذا كان قاربك هنا سيهمك معرفة هذه المسافة على أي حال هذه الفكرة الأولى بخصوص الموجة وليست كل الموجة تتولد بتحريك الحبل من طرفه الأيسر ولكن أظن أنك فهمت الفكرة بأن هذه لها أنواع متعددة ومختلفة هذه الموجات إذن هذه المسافة من موضع الإتزان أو من نقطة الصفر هي السعة السؤال الآخر الذي قد تطرحه عرفنا سعة الموجة ولكن ما هي السرعة ما هي المدة التي تصغرقك للحركة من موضع الاتزان للأعلى ثم للأسفل ثم العودة لموضع الاتزان لكل دورة ما هي الفترة الزمنية ما هي الفترة الزمنية لكل دورة الدورة هي الحركة من موضع الاتزان للأعلى والأسفل فما هي الفترة الزمنية لكل دورة How long for each cycle ما هو الزمن الدوري قلنا بأنها حركة دورية كل دورة هي تكرار لسابقتها الزمن لإكمال دورة نسميه الزمن الدوري الزمن الدوري period ووحدة الزمن ربما تتكرر الحركة كل ثانيتين تمر ثانيتين بعد إكمال دورة كاملة للأعلى والأسفل إذن ثانيتين كم دورة أكمل كل ثانية كم دورة أكمل كل ثانية How many How many cycle How many cycle Cycles Per second بمعنى آخر كم بمعنى آخر كم ثانية لكل دورة بإمكاننا كتابة هذا على سبيل المثال الزمن الدوري قد يكون خمسة خمسة ثواني لكل دورة خمسة ساكند بير سايكل أو قد يكون إثنان ثانية لكل دورة ولكن ماذا لو كان سؤال كم دورة لكل ثانية؟ إننا نسأل السؤال المعاكس لا نسأل عن فترة زمنية كم ثانية تمر لإكمال الدورة ولكن في كل ثانية كم مرة تكمل الدورة؟ كم عدد دورات في كل ثانية؟ وهذا هو عقس الزمن الدوري والرمز للزمن الدوري هو تي كبيرة كابتال تي أما التردد أما التردد فريكوانسي التردد يرمز له بالرمز أف أف صغيرة وهو دورة لكل ثانية إذا كنت تستغرق خمس ثواني لإكمال الدورة فهذا يعني أنك تكمل خمس دورة كل ثانية خمس دورة لكل ثانية كل ما فعلته وأنني قلبته العدد وهو أمر منطقي لأن الزمن الدوري مقلوب أتردد الزمن الدوري هو كم ثانية لكل دورة؟ ما هي الفترة الزمنية لإكمال دورة للأعلى والأسفل؟ أما التردد فهو كم مرة تكمل فيها دورة كل ثانية؟ الزمن الدوري مقلوب بإمكاننا القول بأن التردد هو واحد على الزمن الدوري أو بإمكاننا القول أن الزمن الدوري هو واحد على التردد إذا قلت لك أنني أهز الطرف الأيسر من هذا الحبل بمقدار عشرة دورة لكل ثانية عشرة سايكل بير ساكند الوحدة المكافئة للدورة لكل ثانية هي الهيرت إذن بإمكاني كتابة هذا عشرة هيرت على الآغلب أنك سمعت بهذه الوحدة هيرت تعني عشرة دورات لكل ثانية إذن إذا كان تردد عشرة دورات لكل ثانية فإن الزمن الدوري سيكون واحد على عشرة إذن واحد على عشرة ثانية لكل دورة سكند بير سايكل إذا كان بإمكاني إكمال عشرة دورات في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة سيستغرق مني عشرة عشرة ثانية لإكمال دورة واحدة سؤال آخر قد يطرح قد يطرح نفسه هو ما هي سرعة الموجة في هذه الحالة لليمين بما أنني أحرك الطرف الأيسر ما هي سرعة حركته لليمين فلوسيتي ما هي السرعة فلوسيتي نحتاج لمعرفة المسافة التي قطعتها الموجة بعد دورة واحدة بعد دورة واحدة بعدما حركت هذا مرة واحدة ما هي المسافة ما هي المسافة من نقطة الاتزان هذه إلى هذه النقطة ونسمي هذه المسافة طول الموجة وهناك العديد من الطرق التي يمكنك تعريف الطول الموجي بإمكانك تعريف الطول الموجي بأنه المسافة التي قطعها النبط الابتدائي بعد إكمال دورة واحدة أو بإمكانك تعريفه بالمسافة من قمة إلى قمة سيكون هذا هو طول الموجة وميكانك تعريفها بالمسافة من قاع إلى قاع ذلك أيضا الطول الموجى بشكل عام بإمكانك تعريف الطول الموجي بأن البسك倪 بأن المسافة من نقطة معينة على الموجة إلى نفس النقطة على الموجة المجاورة ذلك هو الطول الموجة حيث أنك تكمل من هذه النقطة على تلك تكمل دوراء كاملة ثم نعود بعدها إلى نفس النقطة عندما أقول نعود إلى نفس النقطة فإن هذه النقطة لا تحسب لأن هذه النقطة برغم أننا في نفس الموضع إلى أننا نتجه للأسفل نريد أن نصل إلى النقطة التي نكون فيها بنفس الاتجاه ولاحظ هنا أننا نتحرك للأعلى نريد أن نكون متجهين للأعلى هذه المسافة ليست أطول الموجي للحصول على الطول الموجي يجب أن نعود إلى نفس النقطة التي نكون فيها بنفس الاتجاه وهذا هو أيضا الطول الموجي إذا علمنا المسافة التي نقطعها بعد دورة واحدة الطول الموجي هو wavelength هو المسافة الطول الموجي wavelength هو المسافة how far wave has traveled after one period هي المسافة التي تقطعها الموجة بعد دورة واحدة بعد دورة واحدة or one cycle أو بعد إكمال دورة واحدة تذكر أن زمن دوري هو الفترة الزمنية لإكمال دورة واحدة للأعلى أو الأسفل فإذا علمنا المسافة وعلمنا الزمن كيف بإمكاننا معرفة السرعة السرعة تساوي المسافة على الزمن distance over time ويمكن أن تساوي السرعة أيضا طول الموجة wavelength طول الموجة وهذا بالنسبة للموجات السرعة بإمكاني يستخدم المتجهات ولكن أظن أنكم قد فهمتم الفكرة إذن السرعة هي المسافة التي قطعتها بعد دورة واحدة المسافة التي قطعتها هي طول الموجة وبعد إكمال دورة كاملة الموجة ستكون قطعت هذه المسافة بالضبط هذا هو الطول الموجي وما هو الزمن لإكمال هذه المسافة سيأخذ مني زمن دوري واحد لإكمال هذه المسافة السرعة هي طول الموجي على الزمن الدوري إذن على الزمن حسنا قلت قبل قليل بأن واحد على الزمن الدوري هو التردد بإمكاني كتابة السرعة بأنها الطول الموجي الطول الموجي وللإضاح للإضاح الرمز المستخدم من الطول الموجي هو lambda الحرف اللاتيني بإمكاني القول أن السرعة تساوي تساوي طول الموجي على الزمن الدوري وهو أيضا طول الموجي ضرب واحد على الزمن الدوري وقلنا بأن واحد على الزمن الدوري هو التردد إذن السرعة هي السرعة هي طول الموجي لامضة ضرب التردد وإذا علمت هذا فإن بإمكانك أن تحل السرعة المختصة بالموجات مثلا إذا علمت أن لدي سرعة مقدرها 100 متر لكل ثانية سرعة مقدرها 100 متر لكل ثانية بإتجاه اليمين أو التردد هو أو التردد هو الفريكونسي تساوي التردد يساوي 20 دورة لكل ثانية أو 20 هيرتز إذا كانت هذه هي المعلومات التي التي نعرفها عن الحركة الموجية لهذا الحبل وعشرون هيرتز تعني أنك في ثانية واحدة سترى هذا الحبل يهتز للأعلى والأسفل بمقدار عشرون مرة في ثانية واحدة سترى الإهدزاز عشرين مرة هذا ما نعنيه بقول عشرون هيرتز عشرون دورة لكل ثانية المعطيات هي السرعة والتردد ما هو طول الموجي؟ الطول الموجي في هذه الحالة لامده يساوي السرعة وتساوي طول الموجي السرعة تساوي طول الموجي ضرب التردد ونقسم الطرفين على عشرون لنضع الوحدات السرعة مئة متر لكل ثانية تساوي لامده طول الموجي ضرب عشرون دورة لكل ثانية وهو التردد إذا قسمت كل أطرفين على عشرون دورة لكل ثانية ستحصل على مئة متر لكل ثانية ضرب واحد على عشرون ثانية لكل دورة يصبح الناتج خمسة وهذا يصبح واحد وثواني تلغى ونحصل على خمسة متر لكل دورة خمسة متر لكل دورة إذا خمسة متر لكل دورة هذا هو طول الموجي لهذا المثال الطول الموجي هو خمسة متر لكل دورة بإمكانك قول خمسة متر لكل دورة والمسافة لكل دورة في هذه الحالة إذا كانت الحركة اليمين بسرعة مئة مئة متر لكل ثانية والتردد عشرون دورة لكل ثانية فإن هذه المسافة تساوي خمسة متر بإمكاننا بكل سهولة حساب الزمن الدوري الزمن الدوري سيكون واحد على التردد واحد على عشرون ثانية لكل دورة باستخدام هذه الصياغ لا أريدكم أن تحفظوها بل إن تكون مفهومة وامطقية لكم على أمل أن يكون هذا الفيديو واضحا باستخدام هذه الصياغ بإمكانك حل كل الأسئلة لمعرفة قيمات متغيرين فقط لإيجاد باقي القيم على أي حال آمل أن تجدوا هذا مفيدا ترجمة نانسي قنقر